ناقش محافظ محافظة لحجة لواء الركن أحمد عبدالله تركي مع مدير قسم الحماية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السيد آدك بحضور مشايخ وأعيان ووجهاء القرى المجاورة لمخيم خرز للاجئين ناقش أوضاع اللاجئين وتدخلات المفوضية في القرى المجاورة للمخيم وأشهد محافظ لحجة جهود المفوضية وتدخلاتها الخدمية وكذا الإنسانية لتخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين والمجتمع المضيف على حد سوى والمساهمة في تقنيم كافة الاحتياجات الضرورية اللازمة مؤكداً على المشايخ والوجهاء وأهالي القرى المجاورة إلى تحمل مسؤولياتهم في تسهيل عمل المفوضية في الميدان للقيام بواجبها الإنساني والخدمي تجاه اللاجئين في المخيم ومتابعة تنفيذ مشاريعها في القرى المجاورة من جانبه ثمن مدير قسم الحماية في المفوضية السامية للاجئين ثمن جهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في تسهيل عمل المفوضية مؤكداً أن المفوضية تعمل وفق الالتزامة الأهداف السامية وتدخلاتها في مخيم اللاجئين والقرى المجاورة والمحافظة بشكل عام